اشتركوا في القناة اتذكر اليوم الذي قبضت فيه اول راتب و اتذكر اليوم الذي قبضت فيه اخر راتب حاول تجمع هذا الرقم كم الرقم سيطلع معك ممكن يكون ربع مليون ممكن يكون نصف مليون و انا لا اقبال ان اتحدث عن الناس افترض انك جمعت هذا الرقم السؤال الذي يطرح نفسه الان كم ظل منهم في جيبتك كم معك من هذه الفلوس لحد الان اذا تجواب ما عجبك والسبب بسيط جدا والذي هو انك ما عرفت تلعب لعبة المال ما عرفت تلعب لعبة الفلوس و انا بحكي بمبدأ اللعبة من اول ما انشأت هذه القناة الا انه هذا ليس كلامي هذا كلام واحد من اكبر المستثمرين واصحاب رؤوس الاموال في الولايات المتحدة الامريكية و سنتعرف عليه بعض اللحظات لكن في لها الفلوس لعبة و ان شاء الله اليوم سيشارك معك 20 قاعدة ثابتة للعبة المال هذه العشرين قاعدة هي استنتاج من تجربة شخصية لانسان اسمه باتريك بيت ديفيد و هو احد المنتورز اللي انا باتبعهم لكن برضو هاي العشرين قاعدة تم صياغتها من انسان بنى ثروته في الولايات المتحدة الامريكية عشان نكون واقعيين و عشان افيدك كمتلقي تم اعادة صياغت هاي العشرين قاعدة بما يتناسب مع الشاب العربي اللي قاعد بحاول يطلع في حياته اللي قاعد بحاول يبني ثروته الخاصة لان الوضع في الغرب ليس زي الوضع في بلادنا اللي عايش في الولايات المتحدة الامريكية او في اي دولة غربية معظمهم جواز السفر بساعدهم ان مسافروا وين ما بدهم معظمهم ما عندهم مشاكل بالبيبال هاي المشاكل بنعاني منها في الدول العربية بالنسبة له تعلم المهارة هو العقبة الوحيدة لكن انه يفتح بنك على الانترنت هاي مش عقبة من مرة و كثير تسهيلات موجودة له هاي الناس مش موجودة عندنا فعالوا وسهلة بالجميع بالجزء الرابع من لعبة المال اي احدا ما تابع السلسلة من بدايتها بتقدروا تشوف الفيديوهات من هون وبرجوا تعمل هيك لانه كل الفيديوهات مترابطة احنا الان لسه ماشيين بالمرحلة الاولى من لعبة المال واللي قاربنا ان شاء الله على الانتهاء منها الان هذا الجزء الرابع فيه جزء خامس ان شاء الله فيه جزء سادس بجزء الخامس رح اعطيكو احد الاسرار اللي يتم استخدامها في منصات البيع على شبكة الانترنت والجزء السادس ان شاء الله نخصص فيه سر يمكنك من البيع افلاين ليس اونلاين احنا نحن نحكي اونلاين لانك تبيع خدماتك المصغرة على الانترنت وفيه طريقة افلاين يعني بالعالم الواقع بدون شبكة الانترنت فان شاء الله بعد ما نوصل للجزء السادس انا بكون وصلت لك الاشي اللي لازمك لا تمر من مرحلة من صفر لواحد فيه نصيحة اخيرة احب تكرها قبل ما نبلش وهاي قد لا تكون موجهة اليك وإلك كطلاب لكن موجهة لأي انسان عنده علم ويحاول يبيعه في الوطن العربي دعنا نكون واقعين اخوان بهذا الموضوع انت كإنسان الله معطيك علم يستطيع التعلم علم والعلم هذا هو ركن من اركان تطوير الذات وتطوير الذات انا بالنسبة لي هيك بعرفه هو عبارة عن احياء انسان ميت وليس من المنطقة انك تساوم انسان على حياته فرسالة للناس اللي بتبيع الكورسات اللي بتحكي للمتابعين انه اذا بدك تغنى اذا بدك تتحرر ماليا اذا بدك تتطور شخصيتك اشتري مني انت هيك بتسامع حياته وهذا الاشي اذا بدك تطلع عليه بالباك ميند بصراحة وبالباطن الصراحة الموضوع مثير للاشميزاز وفي مقولة بتلخز كل الكلام ديسبرت تايمز كول فور ديسبرت ميجرز يعني الأوقات الاستثنائية برضه بدأ حلول استثنائية اطلع على الوطن العربي اطلع على الدمار اللي احنا عيشين فيه اطلع على التفكك اللي احنا عيشين فيه اطلع على حالة الضياع اللي قاعدين بيعشوها الشباب العرب انت لما تطيرد للشخص انه انا اصلا رح اوصلك وتمنع يأخذ هذا الشيء بدون ما يدفعلك انت بسرعة وبأخرى بتساعد على هذا المجتمع ديسبرت تايمز كول فور ديسبرت ميجرز ساعد اخوانك العرب الوضع مش متحمل حرام تخلي اخوك واختك ضيعوا بالاكتئاب ودمان المخدرات وفيه ناس كثير قاعد تنتحر من شو هذه الأشياء بتيجي لانهم ما عندهم الاسس الصحيحة انهم يديروا المنظومة اللي هون وانا ما عم بحكي لك اعطيهم ببلاش وما تبيعش احنا اصلا ماذا نعلم هون؟ لكن برضو معيار الاخلاق لازم يكون متواجب الوطن العربي مدمر بدك تبيع بيع بيع للأجانب وانا بشجعك اصلا انك تبيع للأجانب اعمل كورساتك باللغة الإنجليزية وبيع على المجتمع الغربي هم قادرين يدفعوا وهم متعودين انهم يدفعوا وهم مش مضغوطين زي الشباب بالوطن العربي معظم الناس اللي عايشين في الغرب لما بدوا يشتري وما يلاقي معها مصاري يشتري بيقدر يشتري على الكريدت هذا الاشي 90% من شباب العرب ما بيقدروا يوفروا فرسالتي واضحة الأوضاع الاستثنائية بدأ حلول الاستثنائية ضحي بالوطن العربي وتعلم انجليزي وروح بيع بسم الله الرحمن الرحيم دعونا نبدأ الفيديو أول قاعدة بالعشرين قاعدة It's a game المال والحرية المالية هي عبارة على اللعبة وكذلك يا أخونا باترك أحلى شيء بالألعاب انك بتقدر تتعلمها اذا شخص تلعب معه شطرنج وهو لاعب ألف مرة شطرنج والثاني مرة تلعب معه شطرنج على الأغلب سيغلبك نفس الموضوع في أي لعبة أخرى الذي يحاول يمارس هذه اللعبة يتعلم قواعدها صح يطبق قواعدها سيكون دائماً شايف أمور غيره ما شايفها في لعبة المال فأول قاعدة وأهم قاعدة المال عبارة على اللعبة القاعدة الثانية القاعدة الثانية بتحكي لك Don't hate money لا تكون كارحة للفلوس وهذا الأشي موجود بعقولة كثير من شبابنا وما بعرف كيف تتطور هذه الأفكار لكن في كثير الناس بحكي لك خلاص ما يتبعوا المثل انه الفلوس تضيق لنفسهم ومعظم الأغنية سارقين مصريهم شاهد أنا واقع جداً معك وأنا كما قلت لك تم صياغة هذه القواعد بما يتناسب معك وأنا أعرف أنك تتعايش في مكان كما كنت عايش في مكان كثير فيه فاسدين فكثير من الوطن العربي كثير مسؤولين عبارة عن فساد أكبر وصنعوا ثروتهم من الفساد لكن هذه ليست كل الصورة لا يعني أن إنسان فاسد بشيء نغضي النظر عن الثروة والحرية المالية فقط لكي فاسد ستحل لأهلك مشاكل ستوصل لأشياء ستوصل لأشياء أنت لك سنين قاعد تتعب وإنك لا تريد الفلوس لكن الفلوس ستحل لك مشاكل الفلوس ستهيئ لك ظروف الفلوس ستساعدك وصل لأهل الذي يريدك إياه حتى لو لا تريد الفلوس لا تكره الفلوس لأن الذي يكرهها والعمر سيطولها وهذا الشيء منطقي إذا أنا أكره شخص وهذا الشخص والعمر سيجيني أنا مع عمر سأذه بسيطة وواضحة فهي كانت القاعدة الثانية لا تكون كارحة للفلوس نأتي القاعدة الثالثة والذي ستحكي لك أن الفلوس عبارة عن لعبة مضاعفات إذا أنت معك ألف ضعيفهم سيصبح ألفين ألفين سيصبح أربعة إذا كان معك الآن مثلا إذا أنت معك الآن ألف دولار أنت بعيد عشر مضاعفات عن المليون الموضوع بهذه البساطة والموضوع لازم تطلع عليه بهذه الطريقة لكن فهم المهمة تبعتك فهم الأشياء التي تريد أن تصل له هذا نص الحل مثل فهم المشكلة هو نص حلها عندما تعرف أنك تلعب لعبة مضاعفات ترى التارجت الذي تريد أن تصل له أنت تريد أن تكون مليونير كيف يمكن أن تضعه في بالك أنك تصبح مليونير هذا يرجعنا إلى الخطة وليس سوف نتحدث عن الموضوع لكن الإنسان عندما يكون يسعى للحرية المالية يجب أن يضع في رأسه خطة وضع تايم هرايزن يجب أن يضع خط زمني يبعده على الهدف تبعه لذلك يجب أن نضع تركيزه نحن الآن في المرحلة الأولى التي تصنع فيها أول دولار تصنع فيها أول مين دولار أول ألف دولار وأنا لا أستطيع أن تفعل أكثر من عشرة في هذه المرحلة لأنها مرحلة بيع الخدمات لأننا هنا ليس فقط ننشئ أول دولار نحن نأخذ سيف نت معنا لا صمح الله صار شيء في الدنيا لا صمح الله خسرت شغلك لا صمح الله ضربتك الدنيا بعد عشر سنين إن شاء الله ستصبح مليونير لكن المليونيرات الناس يتعاملون مع الفلوس لا يجعل المليون في البنك والآن يأتي بالقواعد لا يجعل المليون في البنك تتكدس لا المليونير يظل يشغل فلوسه وأنت عايش في عالم فيه ريسك لا صمح الله وقعت وبطل معك شيء المهارة التي أعطتك عليها والتي صرفت فيها الست شهور الماضية هذه سترفعك وتحملك في أي وقت لا صمح الله الدنيا توقعك فيه ففهمك لللعبة التي تلعبها سيسهل عليك طريق الوصول وبما أن هذه اللعبة لعبة مضاعفات أنت الآن تستطيع تفكر أنه حسنا أنا معي ألف الآن كيف أستطيع أعمالهم ألفين؟ لا أستطيع أعمالهم عشرة مرة واحدة كيف أضاعف فلوسي؟ فما أعرف ما هي اللعبة التي تلعبها ستسهلها أكيد عليك إذا توصل مليون هي كنت قدامك عشر مضاعفات إذا توصل أربعة مليون قدامك اثناشر مضاعفة يعني مضاعفتين زيادة من المليون فهذه كانت القاعدة الثالثة اللعبة لعبة مضاعفات نأتي للقاعدة الرابعة والتي تتحدث بمبدأ الإغواء لعبة إغواء كيف لعبة إغواء؟ وعشان لا تفهمها ماذا غلط أنت كإنسان إذا تكره الفلوس لن تذهب لها ولا ستنجذب لك وأنا لا أستطيع أن أتحدث عن قانون الجذب دعونا نركز مع بعض لأن هناك الكثير من الناس يتفصل على هذا الموضوع بطريقة ليس منطقية من مرة لكن أنت كإنسان إذا لم يأتي الظروف لأنها تأتيك الفلوس لن تأتيك الفلوس يستثمرها ويعرف ماذا يفعله إذا أنت بيع شاطر لن تأتيك الفلوس لماذا؟ لأنك شاطر في شغلك فتهيئة الظروف وهذا ما ترى باتريك يقصده بمبدأ الإغواء للفلوس أن هذه الظروف كافة في العمل الذي تعمل فيه أن تظهر فيه الفلوس وأن تزيد فيه الفلوس فبسيطة جدا التاجر الشاطر التاجر المنضبط التاجر الذي يعرف أين يبيع وأين يشتري دائما تشاهده محله عامر ويكبر ترجمتها أن هذه الظروف المناسبة أن يكون لديك الفلوس أكثر تكون أذكى ولعب بالقواعد هذه كانت القاعدة الرابعة مبدأ الإغواء والقاعدة الخامسة يتحكي لك التوقيت والتوقيت ليس القصد فيه أين تبيع وأين تشتري في موضوع الأسهم لا، ليس هذا المعنى لكن المعنى هنا أين تتوسع وأين تقلل المصاريف لأنه بدأك ترف شغلك أنت كصاحب عمل ونحكي نعود إلى أول كلام أول عشر ثوانية كما قلتها بسلسلة لعبة المال لما قلت أنه أهلا وسؤالها بالشباب في البداية قبل أن نبدأ بفيديو هو ثاني أهم فيديو عملته بحياتي بأنه يناقش موضوع ليس فقط حساس يناقش موضوع معظم الناس يتعامل معه أنه سر كيف تصير غني هذا موضوع شائك موضوع الفلوس موضوع شائك صاحب الثروة أو صاحب العمل أو صاحب المحل ما كان السكيل تبعك؟ دائماً أنت الوحيد كصاحب العمل أنت الوحيد الذي لديك أكسس على كل المعلومات أنت الوحيد الذي يعرف كل شيء وأنت الوحيد الذي تستطيع تعرف أنه بعد شهرين أنت لا لديك كاش تدفع أجار لهذا الموظف وأنت أيضاً أن هذا الموظف ليس مؤدي الوظيفة التي تحتاجها ماذا قذبه؟ أنا أقول لك أطرد موظفينك؟ لا لكن هناك الكثير من الناس موظفين تسويق موظفين تسويق جربنا هذا الموضوع وليس إلى فترة لا تستخدم هذه الشغلة لأنه إذا لم تستخدمها سيحسر والكل سيكون يرى الموظوع بالمنظور الطبيعي للجزبون والموظف هؤلاء لا يرى شيئاً هؤلاء يرى الوحيد عندما يأتي يوم يأتي الدوام أو يأتي الكاستمر ويجد المحل يتسكر ولماذا يتسكر؟ لأن الشخص الذي كان لديه كل المعلومات الشخص الذي كان لديه وصول لكل المعلومات لا يعرف يعمل قرارات صحيحة فهذه كانت القاعدة الخامسة تعرف إمتى تصرف وإمتى تقتصد بكل بساطة نأتي للقاعدة السادسة وهي وضع الملل ماذا قصدوا بوضع الملل؟ الفلوس مثل أي شيء ثاني لها استخدام والفلوس إذا جايبها أنت وحطتها من عشر سنين من يوم ما ورثت فلوس مثلا حطت هذه الفلوس ومخبيها تحت البلاطة أو حطتها في بنك وليس قاعد بتستخدمها أنت لا تستخدمها للغرض وهي موجودة عشانه وإحنا لاحظ نحن نحكي بقواعد لعبة المال في نهاية اليوم هذا قرارك حاب تخلي فلوسك ومش حاب تزيدها هذا الإشي إليك برجاء لكن نحن نحكي في قواعد لعبة المال الذي يلعب لعبة المال لا يسمى حاله مليونير وهو مخبي المليون ولا يستفيد منها ولا يستثمر فيها وخلينا أضيف نقطة بسيطة على هذا الموضوع بالمعرف الذي أعرفه بالبشر بأن أنت كإنسان إذا إنك مثلا هذه الشغلة ليست كل الناس ينتبه لها أنه في أول سنة مرقت عليك فرص ومريت عليهم هنا عندك في دماغك صار أنه كان هناك فرصة منيحة وأنا لم أستغلتها فلما تأتي فرص ثانية أنت لن تستغلها لأنك على الأغلب تتحدث كنت تعملت هذا الأشيء أول فأنت هناك حوان فراسك المفروض أصلا لم تبدأ أنت قاعد تتحدث لنفسك أنك ضيعت فرص وبدأت من داخلك تسأل أسئلة التي لم يكن لازم أصلا كانت تورد عندك أو يمكن أن يصبح الحكس بسبب هذه التساؤلات الغير مستقرة بينك وبين نفسك تتسرع وتحكي يمكن أن هذه الفرصة تكون آخر فرصة وتكون مثل الفرصة التي راحت عليك وتخسر فلوسك فلتدخل حالك في هذه الدوامة إذا كنت إنسان يريد أن يلعب لعبة المال تجعل دائماً الرزق عندك واطي يعني ببساطة ليس مرة واحدة لا تكون لك علاقة قبل الاستثمار تذهب للأسهم اشتري بيت الموضوع تتوسع لكن هذه نقطة زيادة لأنه منطقياً الذي يخبي الفلوس تحت البلاطة وحب يزيدهم ليس يجب أن يتعامل معهم بهذه الطريقة هذه كانت القاعدة السادسة والقاعدة السابعة نعود إلى موضوع قريب من هذا الموضوع الذي هو الحساب السري حساب لا يعرف أحداً غير ربنا ثم أنت لماذا هذا الحساب وماذا الفائدة منه الحساب هذا من تجربته الشخصية أيضاً أنه في يوم من الأيام الشركة اللي هو فتحها هو يعمل بمجال التأمين شركته الآن شركة قابضة من أكبر الشركات بمجال التأمين في الولايات المتحدة الأمريكية لكن مر عليه وقت في هذه الشركة أن الكاش فلو الذي في الشركة كاملة وصل إلى 13 ألف والشهر الجاي عنده بيتشكس عنده دفعات عنده قروض ما راح يقدر يكفي يعني بالعربي هو رايح بانكرابت رايح يفلس لكنه كان عنده سيكرت أكاونت حساب لا أحد يعرف به لا مرته لا أولاده لا أصحابه ولا شركاته ولا أحد يعرف به جاب هذه الفلوس وضخف الشركة وتجاوز الوقت الصعب وهم الآن من أكبر الشركات فدائماً كإنسان يريد أن يلعب لعبة المال على أصولها وأنا عم بحكي معك وبحكي معك كشباب عرب بنرجع ونحكي أنا بحكي معك كشباب عرب أنت بدك تحكي بالعقل يا فائر كيف أنا بدي يكون عندي سيكرت أكاونت وأنا أصلاً ليس فادي حساب بالبنك دعنا نكون صريحين واقعين مع بعض من خبرة الشخصية بالتعامل مع البشر وأنتم كمتابعين لهذه القناة أكيد عرفتوا بأن نحن كبشر كائنات يعني كائنات تعتمد في تصرفاتها وبناء تصرفاتها على بناء العداد فإنت إذا كإنسان بإذن الله تعالى بعد ثلاث سنين تكون مليونير وإن شاء الله دعنا نفكر فيها بطريقة واقعية لأنك تتعامل مع الدنيا كمليونير لازم من اليوم منطقياً جداً لازم من اليوم لو عندك دخل زيادة 10% من دخلك تخبيه بالسيكرت أكاونت الذي يمكن أن يكون تحت البلاطة الذي يمكن أن تخبيه هنا أنا قبل شهرين كنت أخبي كثير مصاري هنا لا أضعهم بالبنك لا أحد يعرف بهذا الشيء لكن عندما يأتي الوقت الصعب أنا أستخدمهم ولو أنت اليوم للصراط بك 200 دولار ونأخذ 10 دولار في الشهر بعد ثلاث شهور صارت معك مشكلة معك 30 دولار هل حلوا المشكلة؟ يمكن أن لا لكن بعد ثلاث سنوات إن شاء الله أنت ولدت عادة أنك تستخدم من 10% أو 5% أو 1% من المليون وتخبيهم في السيكرت أكاونت فهذا الموضوع طبيعي سيساعدك أنا أجبت لك الموضوع بالتصرفات التي تصبح معك كإنسان أنت ابني هذه العادة سيكرت أكاونت حتى لو راتبك 200 دولار حتى 1% أنا أنصحك ب10% حتى لو 1% خبيها على جنب لأنك كنت على مسيرة الحرية المالية وهيك بإذن الله بتكون العبتها صح بهذه القاعدة وشوف كيف أن قاعدة واحدة ممكن تغير اللعبة كاملة معك فسماع القواعد لحالها ومعرفتها ليس هو كل القصة لإنسان لازم يطبق على المقدرة الموجودة عنده لأنه أنت في نهاية اليوم بتخلق عادي للأسف أنا أحكي بالقاعدة رقم ثمانية شكله الكاميرا طفت وأنا ما انتبهت فراح أشرحها هون بالصوت افهم الضرائب ومع إنه مش موضوع شيق جدا لنك تعرفه موضوع برقراطي جدا وجامد جدا لك أحكي لك تجربتي الشخصية أنا أول شركة جيت أفتحها في حياتي وهذا الإشي صار هون في ألمانيا لما جيت أفتح شركة تفجأت بإنه الحكومة ما بتطلب منك ضرائب على آخر 12 شهر إذا دخلك خلال آخر 12 شهر ما تجاوز السبعتاشر ألف وخمسمية مما يعني انتب راحتك بتقدر تبلش بدون ما تدفع ضرائب هاي الشغلي ما كنت أعرفها وللعلم في 2020 22 ألف يعني أعطوك مجال في آخر 12 شهر توصل 22 ألف دخل وما تدفع ضرائب طب لو ما قرأت أنا ما حدا كان راح يحكيلي يمكن مش للكل ترك الوظيفة مناسب لكن اعرف وحطها حلقة بذانك انت عايش بعالم رأسمالي والدول العربية أغلبها تابعة لهذا النظام والنظام الرأسمالي دائما بتيح فرص أكبر لأصحاب الأعمال ودائما بيكون ظالم مع العاملين اعرفها اي الشغلة حقائق بالعالم اللي انت عايش فيه اي انسان بسعر الحرية المالية لازم يفكر بهذا الموضوع واه انت لازم تكون صاحب عمل لازم تفكر انك تفتح شركة حتى لو مش الآن انت رائد أعمال هذا دائما لازم يكون حديث نفسك شوف ايش مقدرتك يمكن انت ما بتقدر تفتح محل احد الطلاب مثلا عنده مهارة انجارة كانت وما عنده فلوس ما عنده مقدرة مادية انه يفتح منجرة لكنه راح اشترى عدة واشترى خشب وبلش يشتغل بالبيت وين بيبيع على الفيسبوك فهذا الانسان صنع فرصة ملا شيء من مكان هو كان بيعتقد انه مستحيل يكون فيه صاحب عمل فخلي دائما حديث نفسك انه اه بدي افتح شركة والموضوع ظاهره حلو بس له جوانب اخرى مش حلوة كثير زي انك لازم تفهم الضرائب فهي قاعدة في لعبة المال اذا انت بك تصير مليونير لازم على الاقل بالمكان اللي انت فيه تفهم كيف تخلص زرائبك هاي كانت القاعدة الثامنة افهم نظام الضرائب والقاعدة التاسعة بتحكي لا اطير بفيرست كلاس لحد ما تصير ثروتك عشرة مليون وهذا اللي حكى باتريك لا رجال العمل لكن انا بحكي لك انه لا تشتري تلفون حقه الف دولار وانت مكاش رصيد خمسة يورو فبالعقل هي ما بدهاش كلام لكن خلينا نتناقش بالموضوع بطريقة منطقية هناك الكثير من الناس تسألوا كيف يجبتك بيقول لك خمسة يورو خمسة دولار خمسة دولار خمسة دولار طب انت شو محتاج للطلعة هاي بديك خمسة دولار لا يدفع حق الطلعة لكن معه يشتري ايفون جديد الموضوع ليس منطقي من مرة وهذا كلام رجال العمل ليس كلامي انا هو كإنسان بيحكي لك انا قادر اني ادفع الثمان تلاف دولار اللي بيكلفوني لأطلع بالفرسي كلاس لكن انا مع ذلك بطير ايكونومي ليش؟ لان انا ليش ادفع ستة الاف او اربع تلاف دولار وانا بقدر ادفع اربعمية هو ثمان مرات بيسافر في الشهر بيقول لك هذولا اثنين امتلويز هذا سي اي او بالشهر يعني انا كم يدفع؟ ادفع له اربع وعشرين الف دولار في الشهر بس عشان يطير بفرس كلاس بيقول لك لا انا بطير فرس كلاس لان الشركات بدفع لي لكن انا اطلع فرس كلاس من جيبتي لا ما بعمل هذا الشيء فمن هنا اتعلم شغلة ضرورية جدا وهو ما شرحها بس انا بشرح لك ايها والتي هي انه انت كانسان اذا انك بتطير بهذه المبالغ او عندك هذه الثقافة بالاساس بموضوع الشراء والبهرجة والشوين اوف يعني انك توري نفسك قدام الناس انك تعرف شغلة الذي يشتري تلفون بس عشان موديل سنتو وهو مش قادر فعليا انه يدفع هذا المبلغ هذا الانسان اذا بيدور في حياته سيجد انه كثير من مصاريفه سيجد اشياء فاضية فالموضوع ليس منطق من المرة وهذه اللعبة كلياتها تلعب بالديتيلز والله العظيم الناس تصير مليونيرات بالديتيلز لانه اصعب مرحلة هي من صفر لواحد ومن صفر لواحد لعبة البينيز لعبة كيف تستخدم القرش وكيف تدير بالك على القرش وكيف تفتح سيكرت اكاونت بدولارين بالشهر الموضوع انت تبني ليس ميندسيت الموضوع الناس تفهم كلمة ميندسيت غلط الموضوع ليس ميندسيت انك فقط تحكي لنفسك تبني روتين انسان متحرر ماليا لما تتعامل مع نفسك بالموارد التي لديك انت في نهاية اليوم يأتيك فلوس وهذا يرجعنا لأول سؤال سألته في الحلقة كم مرق عليك في حياتك فلوس فإذا كنت هذا الشخص يشتري ايفون فقط هذا الانسان يغلط نفسه منطقيا قبل أن أخرج من الأردن كان دخلي السنوي إذا كنت سأتحدث عن وظيفة أربعة تلاف دولار كنت اوصل لثمان تلاف دولار كنت احضر الوقنابية كنت احرط في عمان وليس كنت انام واشتغل لكن دعنا نرى الثمان تلاف دولار هؤلاء على الوظيفتين تخيل اروح اشتري بألف دولار تلافون ايفون هذا الموضوع بصراحة ليس منطقي من المرة وكثير مننا نفعله في نهاية اليوم هذه اللعبة لعبة تفاصيل والانسان الذي يدير باره على القرش هذا على طريق المليون لأن كل من ناقصه فرصة كل من ناقصه طريق من المليون طريق لتصبح غني طريق ليس واحد هناك ملايين الطرق لأنك تزيد ثروتك لكن الأساس دائما واحد الانسان الذي يصرف كثيرا هذا الانسان لا يظلم والانسان الذي لا يعود نفسه بالمئتين دولار الذي لديه انه يعمل هذه القوانين لا يستطيع أن يعملها لما يصبح لديه مئتين ألف دولار شيء طبيعي لا تستطيع أن نأخذ هذا المثال انت لليوم لا تستطيع أن تصرف 200 دولار في الشهر ومع عمره كان معك ألف دولار تصرفه على الأشياء التي تريدك إياه تريد أن تقنعني أنه يصبح معك 200 ألف دولار لن تجدها مصرف انت لازم تهيئ هذا الأشياء فهذه كانت القاعدة التاسعة لا تطير بفيرست كلاس لحد ما يصبح رصيدك 10 مليون وهو بالنهاية ما الذي يقوله اضبط نفسك ولكنه لم يتحدثها ولكننا نلعب الديبر جيب نحن نرى هذه الدين عبارة عن اللعبة وكما نحكي أننا هنا دائما نلعبها صح لازم نحسب كل شيء ولعبة المال قواعدها سبحان الله ماشي على نفس الأساس اضبط نفسك تستطيع أن تسمي القاعدة التاسعة اضبط نفسك القاعدة العشرة والتي هي The end of the world mentality وهو هي كما تسمعها أنه هناك ناس عندما تصبح مصائب في العالم عندما تصبح مصائب في العالم عندما تصبح أزمات في العالم تجعل الكثير من الناس وأنا جايكوا الآن لكن تجعل الكثير من أصحاب الأموال وأصحاب الأعمال يصيبهم الضعر وكثير منهم تبيع وكثير منهم يخاف شغلها كلها فقط لأنهم خافوا نأتي لك ونأتي لك أنتم كشباب قاعدين تبنوا في أشياء وكثير منكم بنى مثلا الـ business model أو الـ investment brief كما يسمونه بنى وقعد أربع شهور الذي يعمل عليه بنى على أساس عالم ما فيه كورونا واستجد الكورونا فهو شايف أن كل الشغل الذي يعمل طار لا بالعكس ما طار لكن بدك تفكر بالدنيا بواقعية ومش بحم الدقيقة أول ما أجل فيروس كورونا كل نهاية نشطنا كل الناس صابها ضعر وصابها خوف أنا بصراحة بحكي لكم أنا عن نفسي يعني لما يصير شيء مكانش موجود طول حياتك مثل فيروس كورونا أكيد بكتعدي حساباتك بكثير أمور لكن الذكي وأنا حكيتها بأكثر مرة بالقناة خلال هذه الفترة أن الذكي الذي يعرف كيف يضبط نفسه في هذه الأوقات لأن في هذه الأوقات الناس غالب عليها الخوف أنت الوحيد إذا أنك فاهم اللعبة إذا أنك دارس الذي حدث في 2008 حتى لو فقط عملت ريسيرت بسيط ستلاحظ بأنه ما حدمت هنا عايشين يعني أنا أحكي عن النظام كامل العالم ظل مستمر والناس الذين خسرت فلوس الذين باعت في نص السعر لا يعلم يعني في أوقات الأزمات الأشياء النادرة هذه الشغلات التي لا أحد يتهمه ولكن يتهم هذا المليونير يبيع نص سعرها أو يمكن أن يبيعها بعشرة بالمئة من سعرها لماذا؟ لأنه الدنيا تقلب فايروس يجتاع العالم أو سوق المال مضرب فبالنسبة له سيبيع فمن هكذا تعرف أن ضبط النفس أيضا مهم جدا وأيضا يكون واقعي ومنطقي جدا لما كل الناس يصيب هذور أنت ارجع مع نفسك لا تظهر على الأخبار وترى ماذا يقولون بالأخبار الأخبار شغلتهم أصلا تسيليو كرايسس يعني أنهم يبيعوك هذه الأزمات وأنهم يجعلوك تستقبل هذه الأزمة كما هم جايبينها لك بدهم إياك تصاب بالذعر وتصاب بالخوف وهذه الشغلة لم تبطلت أصلا شيء يمكن أن يكون موضوع لا يوجد داعي للمناقشة الأخبار لا ستكون السورس الأفضل لك أنك تعرف ماذا الصح يجب ورقة وقلم لهذه الدرجة إذا أنك رأيت حالك وليس قادر تتملك نفسك يجب ورقة وقلم وحسب أمورك ستلاحظ أنه على الأغلب إذا أن هذه نهاية العالم لا أنا ولا أنت ولا هذه الورقة ولا شغلك سيكون مفيد لأن كلنا سنختفي وكل الدنيا ستنتهي فهذه أول نقطة كن عقلاني ومنطقي ولا تكون من الناس الذين يسود على وعي تباعها الذعر والخوف خاف ما طبيعي أنت بشر لكن دائما تكون منطقي وواقع الشغل الثاني التي تتعرفها بأن كثير من أصحاب رؤوس الأموال التي تتعرفهم بشكلهم الحالي صنعوا أموالهم خلال الأزمات لأن خلال الأزمات كما قلنا الأكزوتيكس تنباع ب نص سعرها الأعمال الفنية تنباع ب 10% من سعرها يعني إذا كان حقا 1000 دولار تنباع ب 100 دولار هؤلاء التجار عارفون النقطة الأولى ما قالت لك أنه يجب أن يكون واقعي ومنطقي يلاحظون أن العالم لن ينتهي والسوق لن ينتعي ما هو أصلاً الذي يفهم بالفلوس ويعرف أن كل 10 سنين السوق تصيب ضربة هذا هو النظام الرأسمالي يعني من 2008 فقط خلصت ومشينا من 2015 و2016 وبدأوا يتحدثوا أنه في 2020 وليس من كورونا هذا هو النظام الرأسمالي وهذه هي طبيعته فهؤلاء الناس يفهمون هذه الشغلة فبعملوا فلوس من إطراب المصاري ويجعلوها عندهم لحد ما السوق يرجع ينتعي أشتني سنتين ويرجعوا ببيعوا كل اللي كانوا شاريينه خلال فترة الأزمة بالسعر اللي هما بدهم إياه لأنه رجعت قيمته فهذه القاعدة اسمها The end of the world mentality عقلية نهاية العالم نقطتين كون فيها واعي ومنطقي وما يسود الضعر في ذهنك والشغلة الثانية أعرف أنه إذا فيه أزمة أنت بتقدر تخلق منها فرصة وأنا حكيت في ذروة الجائحة بأنه فيه فرص لبعض الناس اللي متبعين واللي بتطلاق عندهم الجاهزية هاي أجتهم الفرصة عشان يصنعوا حظهم ويخلوا الجائحة اللي صارت إشي يستفيدوا منه طبعا هذا الإشي مش positive من مرة أننا احنا نفكر فيها بأنه الأزمات هي فرصة بالنسبة لنا لكن الإنسان الذكي بيستغل أي وضع حتى أسوأ وضع بيكونوا مجهز له سيناريو وهذه كانت القاعدة العشرة القاعدة الإحداش واللي يمكن ما تنطبق علينا كلياتنا لكن برضو في منها ما نسيت معين لازم نفهمه واللي هو بيحكي فيها افهم السياسيين في بلدك ايش قصده بيفهم السياسيين في بلدك بحكي لك مثلا خلينا نأخذ مثال دونالد ترمب أول ما مسك الولايات المتحدة الأمريكية وبيحكي لكثير صارت تجيني استفسارات ما نعمل ترمب مسك الرئاسة بحكي لهم هو صاحب عمل ترمب واحد من الأشخاص الذي يدعمه أصحاب العمل وما يدعمه الموظفين وهذا الأشي دائم اصلا بالكبتاليزم لكن هذا الشخص اذا كنت متبع على كيف هو اصلا نظرته لإدارة البلد بتلاحظ بأنه بيفضل صاحب العمل عن العامل لكن نرجع للنقطة الرئيسية انت ممكن في بلدك طبق هذا الموضوع واللي بيتمثل بانك تشوف ان الحكومة تبعدكو والحكومة الجديدة التي تصبح في بلدك من المرشحين وماذا هذا الشخص ممكن يطلق قرارات تفيدني أو لا تفيدني لكن نرجع ونحكي نحن في الوطن العربي الموضوع لا يقاص بهذه الطريقة معظم الحكومات تمشي على نفس النهج تبع الحكومات التي قبلها وما بعرف حسب علمي أنا لا أفهم بالسياسة كثير لكن عندي أصدقاء بكثير دول عربية وفتحين بزنسز هناك ما عمرو حصل وقالوا وحكوهون أن هناك تسهيلات لنا في الدولة التي نحن فيها فالموضوع ليس بهذه الموضوع في دولنا لكن ما يجب أن نتعلم من هذه القاعدة أن تفهم كيف يفكر صانع القرار لكي تجاهز حالك للسيناريو تبعته إذا أريد أن يضربك كصاحب عمل تعرفت كمش نرجع على التايمينج فهي كنت ممكن تفهم كيف تلعب هذه النعبة لازم دائما تضع أكثر من سيناريو لازم دائما تضع السيناريو السيئ حتى لو لم تبدأ تعيشه لأنه إذا حصلت لديك طريقة تتصرف ليس تبانيك لديك طريقة تتصرف لأنك تضع هذا السيناريو في بالك ليس تترك نفسك لأنك تنصدم لأنه عندما تنصدم أنك كإنسان تصرفاتك متأثر كثيرا بالمشاعر والحالة التي تعيشها ومما أن هذه اللعبة التي نعيش فيها قراراتك دائما لازم لا تكون متعلقة بمشاعرك فمن الشطارة أنك دائما تحسب أكثر من سيناريو قبل أن يصبح السيناريو السيئ احسبه ورى ما يجب أن أعمل إذا رحت الأمور بهذا الاتجاه وإذا رحت الأمور باتجاه صحيح استغل الفرصة وظلك أكبر فهذه كانت القاعدة 12 كما قلنا افهم صانع القرار لك لكي تعرف تضع السيناريوهات التي ممكن تحدث الموضوع لا يطبق بصورة مباشرة في دولنا العربية أنا واقع معك ومعك لكنها قاعدة على طول الطريق أكيد ستساعدك لأن إن شاء الله ستكبر وسيزيد تأثير السياسيين عليك وسيزيد تأثير صناع القرار عليك لأن هدفك ليس تظلك موظف هدفك ليس فقط تفتح شركة هدفك إن شاء الله تصبح مليونير وليس المليونير الذي يخبّف فلوسه تحت البلاطة المليونير الذي يظله يكبر بإذن الله هذا عشان ما فيكم هذا الذي أعلمكم في هذه السلسلة هذه كانت القاعدة رقم 12 افهم صانع القرار نأتي للقاعدة الرقم 13 والتي هي افهم أذكياء المستثمرين لكن لا تعلق نفسك كثير بعراءهم من أذكياء المستثمرين مثل وون بوفيت مثل جيف بيزوس جيف بيزوس الذي ظهرنا بأمازون والذي بصراحة عمل شغلة معظم البشر يفعلون عكسها والذي هو أنه عنده أمازون وظلوا لـ 2015 يصرف عليه ظلوا لـ 2015 يبني بالأساس لحد ما وصل والذي لا يعرف ماذا الأمازون ونرى بسرعة بسيطة على جوجل كيف أن هذا الإنسان إنسان عبقري وأنا واحد من الأشخاص التي بصراحة تبنيت بعض أفكارهم هو جيف بيزوس عندما تتعلم من هذه الأشخاص عندما تظلك تسمع لهم وترى كيف الطريقة التي يفكرون فيها لأنه ما يعلمك مثلا عندما تقرأ الدوكومن السبعة وان بوفيت ما الذي بدك تستفيده؟ تستفيد الماينزيت وترى كيف الزلمة يفكر وترى كيف عقليته وترى كيف يتعامل لأنه إنفيلد وهو مع فلوس حقيقية يستثمر فيها إذا كنت جديد في هذا العالم عندك فلوس لكن لا لديك الخبرة هؤلاء الناس قراءة أفكارهم مصاحبتهم في البودكاست أنت تصاحب جيف بيزوس في البودكاست أنت تصاحب بورن بوفيت غيري في هؤلاء الأشخاص إذا فهمت طريقة تفكيرهم ستتوسع معرفتك بهذه اللعبة فهؤلاء الناس تستطيع التعلم منهم لكن يتحدث لك لا تتعلق كثير بأراءهم لماذا لا تتعلق كثير بأراءهم؟ لأنهم يلعبون لعبة غير عن لعبتك في نهاية اليوم أنت عايش في وضع آخر أنت أولوياتك أخرى أنت فرصك أخرى أنت الطريقة التي ترى فيها الأمور ليس كما هم ترى أنت لا تستطيع أن تجعل ورن بوفيت يقرر لك أن تفتح متجر إلكتروني أو أن تفتح محل هذا الأشيء لا يستطيع أن يقرر لك إياه لأنه أصلاً لو كان في ظرفك سيتطلع على معايير أخرى ما سيتطلع على المعايير التي يقولها الآن؟ فمن النعم التي ربنا أنعمها علينا في هذا الوقت الذي يمكن أن لا يعشوها بشر قبلنا في هذا العالم هي أنك تستطيع أن تصاحب هؤلاء الأشخاص وأنت تصاحبهم أن تظلك تسمع لهم ترى العلوم التي تعمقوا فيها تسمعها تقرأها ترىها على شكل مقابلات لكن لا تتعلق كثير بأراءهم لأنه في نهاية اليوم هم يلعبون لعبة غير عن لعبتك القادة 13 تقول لك إلعب لعبتك لا تقارن هذا يرجعنا إلى هذه النقطة بعمق أكبر وماذا تقصد بينه؟ إلعب لعبتك لا تقارن كما قلنا أن هذه لعبة مضاعفات أنت مثلا عندك ألف أو أنت مثلا عندك ثمن ألاف دولار دعنا نحكي أنت عندك ثمن ألاف دولار ابن خالتك أو ابن عمتك أو صاحبك الآن هو يلعب على سكيل النص مليون لماذا تظهر عليه؟ لماذا تقارن نفسك فيه؟ لماذا تضع عينك على الشغل تبعه؟ هو يعمل بمكان سكيل فيه وغير أنت الآن لساتك في الثمان تلاف أنت وضعك ثاني وبغض النظر على الكلاس التي تلعب فيه أنت على الثمان تلاف وهو النص مليون انسى لفلوس أنت قابليتك غير أنت رغبتك غير هو يعمل في شيء هو عنده فيه محرف غير عن المحرف الذي أنت عندك فيها أنت عايش في وضع غير عن وضع الذي عايشه يمكن أنه يأخذ قرض ليس كل الصورة واضحة قدامك فلا تقارن نفسك في هذا الإنسان للعلم لعبة المقارنات هذه هي تنسف أي شيء يسمه منطق عندك في الحياة أي إنسان يقارن نفسه بإنسان آخر إن كان بالفلوس إن كان بالحياة إن كان بتطوير ذاته أي شخص تقارن نفسك فيه أنت هنا خسرت اللعبة من قبل ما تبدأ لأنه أنت حطيت ظروف شخص آخر أنت مستحيل تغرفها مكانك وقاعد تحاول تطبقها على نفسك وعلى مضوع ممكن أن أتعمق فيه كثير لا تقارن وليس أنا الذي أقول لك باتريك واحد من أكبر حيثان لعبة المال يتحدث لك لا تقارن ونظرك في لعبتك ركز في لعبتك لأنه أنت ماشي على قواعد احتمال كبير وليس عارف كل القواعد لكن إذا أنت ماشي بهذه الطريق إذا أنت قاعد تمشي وعارف ما هي القواعد التي تلعب فيها وعارف أنه تركيزي الآن يجب أن يظلوا هنا يمكن أن هناك شيئات تتعلمها الآن تفيدك عندما يصمعك عشرة مليون عندما تضعفهم ولماذا لا؟ فالذي يلعب على القواعد يعرف أن الموضوع يريد أن يضبط نفس ويريد أن يطبخ على نار هادئ فبالمختصر لا تقارن نفسك في غيرك لأنك تلعب في لعبة هذه واحدة من قواعدها إذا تخيل بالقواعد أنت أصلاً لا تلعب في هذه اللعبة نأتي للقاعد الرقم 14 والذي تتحدث لك أنت اللي تضع أحدودك أنت اللي تضع أهدافك ليس السوق اللي أنت فيه طبعاً أنا غيرتها قليلاً وفي هذه الأعمال أنت كأنت رابانور لازم دائماً تكون لديك أهداف داخلية لا يقال بالمحيط وليس لديك لا يقال بالسوق لأنه في النهاية اليوم ليس صعب كثيراً بصراحة ليس صعب كثيراً أن تقوم بمحل وترضى بالقليل ويظل لك عائش ليس صعب كثيراً أن تنشئ شركة ويظل لك عائش يعني يأتي وقت وإن شاء الله يكون الموضوع صعب لكن يأتي وقت تستبدأ وتهدأ وتصير تطلع حولك وتلاقي أن أنا شركتي مثلها مثل ناسي كثيراً ويمكن أحسن بشوي أو محلي مثل المحلات الثانية في السوق أو يمكن أحسن بشوي لكن دائماً لكي يظل لديك محرك داخلي لكي تلعب لعبة المال نحن بقواعد لعبة المال لكي تتوسع يجب دائماً يجب أن يكون لديك محركة يجب أن يكون لديك محركة يعني أعداف داخلية عندك بداخلك وهذا السنتاج منطقي لأي أنسان يجب أن يكون دائماً يتوسع لا يوجد حافظ خارجي دائماً يجعلك تتوسع دائماً الذي تراهم دائماً يؤثرهم ويجب أن يجب أن يكون داخلهم دائماً استراتيجيين في داخلهم دائماً يعملون في داخلهم دائماً حتى لو الوضع طبيعي في الشركة تبعتهم يتلاحظون أنهم يطبخون لأي شيء لكن أنت لا تعرف ماذا ما كانت مهيطة هذا الشيء؟ هذا يتباع لهذه المنظومة يجب أن يكون لديك أهداف داخلية لا يوجد علاقة بالمجال التي تعيشها لذلك ترى مثل ستيف جوبس ليس فقط تربعه أو عرش المجال التكنولوجيا لا، أيضاً عمره ثورة فيه لدرجة أن يغيره المبدأ الذي يعطيه فيه البشر مع هذه المجالات يعني مثلاً ستيف جوبس مجاله التكنولوجيا عندما دخل عليه كان شكل وعندما طلع منه شكل ثاني فهذه الشغلات لا يأتي غير من الإنسان عنده سيستم داخلي يظل دائماً يحاول يضرب تارجت ورا تارجت تارجت ورا تارجت فلا يوقف لأنه هو الذي يضع التارجت التالي وهو الذي يضع الصورة الكبرى وهو الذي دائماً ماشي عليها العالم الذي حوالك ماذا كنت فيه؟ صاحب أعمال ماذا كبرت فيه؟ لا سيولد لك أي دافع خارجي أن تظلك تكبر فهذه القاعدة كما قلت لكم صاغة لسوق المال لكن أنا صرتها هو الذي يضع لك القواعد أنت لازم دائماً يكون لديك أهداف تخليل هذه القاعدة الرقم 14 والقاعدة الرقم 15 تتحدث لك صاحب أصحاب الثروة منطقية صح؟ لكن هناك إلهة عمق قليلاً دعونا نتحدث عنه للحظة دعونا نعتبر أن أنت شخص لقيت شريك وهذه صرت معي مع كثير من الناس الذي أنا حكيت معهم من الأبطال وللأسف كثير منهم وصلوا للإفلاس وفيه ناس منهم الحمد لله يبدو أن يتحسن وضعهم لكن السبب كان شريك فاسد ماذا يعني شريك فاسد؟ للعلم الشريك فاسد ليس بالضرورة يكون إنسان ليس قايم بجميع واجباته ولكن الذي يجب أن تعرفه هو أن تعمل بزنس مع إنسان عندما تعمل بزنس مع شخص آخر هذا الشخص سيشاركك بصنع القرار وأنت وأنا عارف بأن إذا كثائر إذا مشاعري غالبة على صنع قراراتي أنا لن أفعل القرارات فبكل بساطة هذا يوضح لك أن أي إنسان يريد أن يشاركك في أي شيء يجب أن تعرفه لهذا الشخص وكيف تعرفه لهذا الشخص تقرب له إذا أنت متجوز ومتجوز يجعله عائلاتك وتتقارب وذهب وزوره في بيته ورى كيف يتعامل مع أولاده ورى طبيعة هذا الإنسان ورى انضباطه ورى بيته ورى الوضع الذي يعيش فيه في بيته وسافر معه أيضا إذا انتطورت الأمور إن شاء الله فتحها معك وصرت تشتغل على بيزنس سكيله عالي جدا هذه الأشياء ستساعدك لأنك تعرف هذا الشخص ونرجع كما قلت لك في بداية القاعدة أن الإنسان بمجرد من مشاعره تضغى على صناعة القرار عنده هذا الإنسان لن يكون شريك يساعدك في صناعة القرار صحيح لأنه إذا كان عندك شريك يعني نص القرار له وإذا أنت عندك وجهة نظر غير عن وجهة نظره هنا ستصبح تضارب وهنا يجب أن تجد طريقة لتتماشى مع هذا الوضع هذا الإنسان يجب أن تكون عارفه مستحيل أن تكون إنسان يلعب لعبة المال وتشارك إنسان أنت لا تعرفه بكل بساطة نأتي للقاعدة الستاشة والتي أعكستها بصراحة لأنها مناسبة للغرب ولكن ليس مناسبة للشرق ليس مناسبة للوضعنا والتي أتحدث عنها هو تنويع مصادر الدخل ليس طريقة لصناع الثروة هو لديه وجهة نظر وأنا لديه وجهة نظر وكما أتحدث أنا لا أفهم من باتريك باتديفيد لكن هو يتحدث مع المتحدثين باللغة الإنجليزية وهو يتحدث عن عقر دار الرأسمالية في أمريكا لكن يتحدث عن الشباب في الوطن العربي وهو تتحدث عن تنويع مصادر الدخل ليس طريقة لصناع الثروة وأنا أتحدث عن الوطن العربي أن تنويع مصادر الدخل ما يجب أن تفكر فيه؟ لماذا؟ تنويع مصادر الدخل ما يقصد فيه؟ الأنماط التي نعرفها أو المشهورة جدا خصوصاً إذا كنت على السوشيال ميديا ستعرف بأنه يوجد ناس كثيرة تعمل بالبيع بالعمولة وبنفس الوقت تعمل كفريلانسر وبنفس الوقت عنده أكثر من مصدر الدخل هي بكل بساطة لكل شخص تختلف كل إنسان عنده مهارات مختلفة وكل إنسان عنده قدرته خاصة بتنويع مصادر دخله ليس كل الناس تستطيع أن تعمل هذا الشيء لأن تنويع مصادر الدخل يحتاج مهارات متعددة لكن تنويع مصادر دخلك وهذا الشيء الذي أصلاً يدقق عليه ويجعله يظهر على هذه القاعدة بأن تنويع مصادر الدخل لا يصنع ثروة وحتى لو يصنعها يصنعها بريتم بطيء جدا فلذلك لعقل الرأسمالية أنا لا أعلم أن يقول diversification هو ليس الطريقة لصنع الثروة تنويع مصادر الدخل إذا كنت تلعب لعبة المال إذا كنت تلعب aggressive ركز في شيء واحد وابنع عليه وضع كل طاقتك فيه وهذا الشيء ليس غلط أن تفعله هنا ولكن ليس غلط إذا كان هناك مجال أن تنويع مصادر دخلك هذه المصاري مهدورة بالنسبة لي إذا كان هناك مجال تزيد السيلفون لتبعتك بطريقة لا تجعلك تشتت نعم نوع مصادر دخلك وأيضا لا تأخذها غلط قاعدة ديفيد صح إذا أنت إنسان عارف أن إذا استثمرت في شيء واحد وضعت كل وقتك وجهدك أن تبني وتستطيع تبني الثروة القاعدتين صح لكن بوضع الشباب العرب إذا كان هناك مجال لأنك تنويع مصادر دخلك هذا ما المهدر لماذا يروحها لك؟ فهذه بمصادر قاعدة رقم 16 قاعدة رقم 17 تتحدث عن اللفريج الذي هو الأفضلية هذه اللعبة كلياتها لعبة أفضلية من يقدم خدمة أفضل من غيره و دعنا أشرحها بهذه الطريقة أنت في مكان العمل الذي تقدمه أو دعنا نتحدث عنك كفريلانسر مباشرة أنت إذا تستطيع تصنع أفضلية عن الفريلانسر الذين حولك كيف تستطيع تصنعها؟ أنك تجهز البروفايل بطريقة احترافية جدا لا تقل جودة عن أفضل باعة في هذا المكان لذلك الأشياء التي تستطيع تجهز نفسك فيها لم تجهزها أنت لم تستطيع تصنع أفضلية أنت حتى لسه لم تصنع الأفضلية الأفضلية بأكثر من سياق أنت كمالا عندما تتواصل مع الزبائل يجب أن تشكل أفضلية للعلم لا يوجد زبون براسل واحد فايفر أو خمسات أو أبورك أو فريلانسر لا يرصدون شخص واحد معظم الوقت يتواصل مع أكثر من واحد والشخص الذي يحقق لهم أكثر أفضلية يحسون أنه فعلا قادر على إنجاز هذا العمل هو الشخص الذي سيكسب هذه السنة شرحت النقطة بما يتعلق بالفريلانسنج لكن هذا الموضوع يتوسع كل شيء في لعبة المان كيف تحقق الأفضلية؟ هذا سؤال جدا صعب كيف تحقق الأفضلية في السوق الذي أنت فيه كيف أنت كصاحب محل تكون أفضل من المحلات التي حولك هناك كثير عوامر التي تلعب دور أنت لم تعمل عليها أو أنت عملت عليها فحققت هذه الأفضلية فهذا الموضوع في عالم الأونلاين وبعالم الأوفلاين يتشعب لكل شيء والسؤال هنا كيف تحقق الأفضلية بالمجال الذي تعمل فيه هذا الأمر يرجع إليك لماذا اخترت هذا المجال إذا لم تفهم فيه فهذا الأمر لا أحد سأدرسك إياه أنت من خلال التجارب التي تخوضها من خلال الخبرة التي تشكلت عندك في هذا المجال المفروض أنك تعرف كيف تحقق هذه الأفضلية بكل مناحة البيزنس التي تشتغلها وهذه النقطة كما قلت لكم في المثال على الفريلانسنج هي التي تجعل شخص يسطع والثاني يظل عادي نأتي للقاعدة الرقم 18 والتي هي التمركز التمركز الصحيح التمركز كما نسميها باتريك والمثال الذي ضرب على التمركز يتعلق بالشركات القابضة أيضا نرجع ونحكي المثال يجب أن يكون مناسب لوضعك ولوضعك دعنا نرى المثال الذي ضربه بالبداية وبعدها نرجع ونرى حياتنا الواقعية بالوضع الحالي الذي نعيش فيه كيف نستطيع أن نطبق مبدأ التمركز الصحيح هو يقول أن البرزيدنت بالشركة الذي هو رئيس مجلس الإدارة صنع ثروته من خلال التمركز الصحيح وكيف هذا الأشي يتم؟ هناك كثير سيناريوهات ممكن تحصل لكن ما حصل مع هذا الإنسان أنه أخذ حصة في هذه الشركة قبل أن أسهمها تذهب إلى مجلس الإدارة فهذا يريد أن تزيد من أهميته كأحد أعضاء مجلس الإدارة في هذه الشركة دعنا نعطي مثال ثاني على الوضع الذي يعني أنت شخص تعمل بشركة وراتباك عالي جدا نحن نتحدث بشركات قابضة راتباك عالي جدا وقربت وصل لمجلس الإدارة لكن في نهاية اليوم ما حصلت بهذه الشركة ما حصلت التغييرات أنت لا تشارك بصنع القرار وأيضا لا يأتيك نسبة من أرباع هذه الشركة كل ما يأتيك هو عبارة عن راتباك حتى لو كان داخل عالي جدا أنت لم تفعل تمركز صحيح كان ممكن يعطيك أفضلية في هذه الشركة فنرجع نقرب الموضوع لحياتنا الواقعية ولمرحلة التي نحن فيها وهي من صفر إلى واحد نجد الآن لمثال يمكن أن تفهمه بصورة أوضحة والذي هو مثلا أنت البزنس تبعك يجب أن يكون له على السوشيال ميديا يجب أن يكون له موجود على السوشيال ميديا حسنا الآن لدينا أكثر من البلاتفورم للسوشيال ميديا مين أكثر سوشيال ميديا بلاتفورم يتهمك أنك لتحقق الغاية من وجودك على السوشيال ميديا الجواب بسيط جدا روح إلى إنستغرام أو أحد يمكن أن يقول لك روح إلى تيك توك وهذا كلامه صحيح أنت تتمركز في السوق بصورة صحيحة إذا كنت صاحب عمل أو مثلا أنت إنسان صانع محتوى أنت شخص عندك فيديوهات وعندك برنامج حابب تشارك فيه المجتمع ولا أفضل أن تتمركز فيه صح مما يعني أن تنشئ لنفسك وجود عليه إنستغرام أو تيك توك أو يوتيوب العقل والمنطق يجب أن تذهب إلى اليوتيوب لأنك أنت مختص بالفيديو وأنت تنشئ محتوى مرئي وبالعموم لكي تزيد تبعتك نعود إلى قاعدة الأفضلية لكي تزيد تبعتك لكي يكون عندك أفضلية يجب أن تتمركز بكل مواقع السوشيال ميديا فيسبوك إنستغرام تيك توك يوتيوب هكذا أنت تكون حققت الأفضلية وهكذا أنت تكون حققت التمركز الصحيح لكن إن شاء الله بالنسبة لكم ما يفيدكم كفريلانسر في المرحلة الحالية التي تمرون فيها إن شاء الله الفيديو السادس كما قلت لكم في بداية الفيديو سيكون مخصصين للفريلانسر الجزء الخامس والجزء السادس فالاستنتاج الطبيعي لأن موضوع التمركز هو شيء مهم جدا لأي إنسان يفكر بطريقة استراتيجية ويريد دائماً تزيد القيمة بالمكان الذي هو فيه بالشركة التي هو فيها فلنفترض أن أنت أحد أعضاء بورد مجلس إدارة لشركة قابضة وعندك أسهم في هذه الشركة فلنفترض أنه عندك 15% واتفقت بدون ما تعلن هذا الكلام اتفقت مع شخصين أنك تشتري أسهمهم وأيضاً هناك 3% من أسهم الشركة انعرضت للبوبلك انعرضت أنها تنباع في سوق المال بالنسبة للمعظم هذه 3% لا يوجد إلها قيمة أو إلها قيمة ولكن ليس القيمة الكبيرة لكن بالنسبة لك يمكن أن هذه قيمة التي ستوصل لك إلى 51% مما يعني أنك تصير صانع القرار الأول في هذه الشركة فهذا التمركز صحيح وهذا التمركز الصحيح بالتالي سيصنع لك أفضلية في المكان الذي أنت فيه أفضلية على جميع أعضاء مجلس إدارة هذه الشركة فأعتقد هذه الصورة صرت واضحة يأتي للقاعدة الرقم 19 وهي Strategic Partnerships ماذا يقصد بـ Strategic Partnerships كل مكان لديك شركات استراتيجية تجعل شركات أكثر تعمل فلوس وتستفيد هي أيضا هذا الأمر سيزيد من فرصة زيادة الأعمال بناتك وأنتم كشركات لكن هذه القاعدة لا تنطبق على معظم الذين يشاهدون هذا الفيديو لكن إن شاء الله جزء السادس من سلسلة لعبة المال سأقدم لكم ماذا يعطيك نفس الـ والذي هو نوعا ما شركات استراتيجية تجعلك تعمل علاقات مع شركات وبالتالي ستجعلك أنت تعمل دخل وهم أيضا يعملوا دخل وهيكا الكل يكون مستفيد وماذا طبيعة ومنطقة أصلا لما تفكر فيها بأن إذا أنا كانت شركتي مفيدة لكثير شركات أخرى ستزيد أهميتي عندهم ستزيد أفضليتي عندهم عن شركات أخرى ثانية فلما تصير فرص أو تنشأ فرص في هذه الشركات التي أنا عامل معها شراكة استراتيجية أكيد أول واحد سيأتي أنا مما يعني أن أنا بلعب لعبة المال صح فهذه كانت القاعدة الرقم 19 والقاعدة الرقم 20 والتي هي كما يسميها باتريك والتي ترجمتها متلازمة الدفعة الكبيرة أو المبلغ الكبير الذي تتقضى وهذه الشغلة تخرب حياة الناس كثيرة مثل ماذا؟ الناس الذين يعملون في الريلستيت مثلا الناس الذين يعملون في بيع العقارات يكون لديه زبون عارض العقار تبعه وهو قدر إلاقي زبون يشتري هذا البيت بمربح 5.000 دولار لأيله وشخصه فهذا الإنسان قدر يربح بهذه العملية وهي بيع هذا العقار 5.000 دولار معظم الناس يوقعوا بهذه الغلطة وهي أنه يعتبر نفسه قعد يدخل بالشهر 5.000 دولار لكن الحقيقة غير هكذا تماماً إذا لم تستطع تبيع كل شهر عقار جديد لن تجلبت 5.000 دولار كل شهر بالحقيقة يمكن أن تقعد ثلاث شهور ون تجلب غير هذه الـ 5.000 دولار فلا تستطيع أن تشتري في عالم البيع بالعمولة أو في عالم التسويق وإعرف دائماً وضع في بالك بأنه حتى لو اليوم أنا بيعتي منيح يمكن أن بكرة لا أستطيع بيع منيح والشيء الصح الذي يجب أن أظهر عليه لكي أعتبر نفسي ناجح في هذا العمل وهو الاستمرارية في عملية البيع وهو الاستمرارية في إيجاد زباين اجداد معظم الناس أول ما يجيهم هذا المبلغ لكي يسمعها متلازمة لأنه يصبح كثير من الناس في حالة هوس أو يصبح أروغان يصير إنسان يرى حاله على الجميع أنه اليوم باع بـ 5000 ولكن هذا بكرة ما صحي وليس لديه الموتف أن يعيد هذه الكرة ويحاول كل يوم أن يبيع بيت ثاني وأنا قلت مثال على البيت موضوع التسويق يتشعب لكل مناهي حياتنا فإذا لم يمكن الإنسان أن يصحى كل يوم ويحاول أن يعيد الكرة ممكن أن ينسى حاله ويقعد شهور ينفكر أن كل شهر يأتي بـ 5000 دولار أعتقد هذه هي وضحة الصورة هؤلاء كانوا 20 قاعد إلى لعبة المال تم سياغتهم لأنا سبوك ولأنا سبوكي كشباب عرب في ظل هذه الجائحة التي عايشون فيها في 2020 ونقطة أخيرة أن ننهي فيها الفيديو هذه السلسلة تم إنشاؤها وتم إطلاق كل هذه المبادرة من الصفر وفوق مما يعني أنه أنا استهدفت فيها الإنسان المعدم إذا أنت إنسان ليس معدم إذا أنت إنسان الله لا يكرمك أنك تستطيع تجلب فلوس وتستطيع تبني على الشغل الذي تعمله أنا لم أستهدفتك في المرحلة من صفر إلى واحد بإذن الله تعالى بس نخلص مرحلة من صفر إلى واحد التي اقتربنا على نهايتها سوف ندخل بالعالم الذي يبدأك تشغل فيها أموالك ومن هون الجميع سيستفيد وعلى خلاف معظم الناس الذين يبدأوا كورسات أو الذين يقدموا كورسات أو للأسف يبيعوا كورسات في الوطن العربي أنا أخبره لا يتطلعوا هذه الفئة المعدمة وإذا أنت فعلا تريدك تساعد لازم تتطلع عليهم أول فلأي إنسان عتب علينا لماذا لا نقوم ببساطة إنه الإنسان المعدم هو أهم واحد الآن عشان يمشي من الصفر إلى واحد بس يوصل إلى واحد خلص إحنا عملنا اللي علينا نكمل معكم معه وصوله إن شاء الله للهدف الذي أنت واضع لنفسك والذي أنت وضعته لنفسك الجزء الخامس والسادس إن شاء الله سيكونوا موجهين للفريلانسر هذا كان الفيديو لليوم لا تنسونا بداعمكم اعمل لايك وعلق تحت الفيديو هذا الأشيء بين إنه الفيديو سينتشر لناس أكثر بين إنه واحد جديد سيشوفها السلسلة وإن شاء الله بالتالي رح يستفيد منها عاشوا الأبطال وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاد السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة